السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله يا أبنائي اليوم إن شاء الله مع بعض في درس ما المخاليط الأخرى اليوم بنشوف معانا مخاليط غير عن اللي أخذناهم بالحصة الماضية بالحصة الماضية أو بالحصة هذه إن شاء الله بنتحدث في هالصفحتين بناخذ مع بعض مخاليط أخرى موجودة معانا في حياتنا بنتعلم وبنتعرف عليها بالحصة الماضية أخذنا المخلوط تكلمنا عن المخلوط وإنه موجود في حياتنا بعض المخاليط فقلنا المخلوط عبارة عن ماذا؟ تزين عن شيئين أو أكثر يعني عن حاجتين أو أكثر مجتمعين في مكان واحد فمثلا عندنا هنا صحنة صلطة وشي المكونات حقته؟ تزين المكونات طماط وخيار وجزار هذه المكونات يوم حطيناها مع بعض هل من السهل علينا نفصلهم ولا صعب؟ تزين من السهل علينا أن نفصلهم طيب يوم حطينا الطماط والخيار مع بعض والجزر هل اختلفت؟ تغير شكل الطماط أو تغير شكل الخيار؟ أو بقي كل واحد يحافظ على شكله؟ تزين بقي كل واحد يحافظ على شكله وسهل علينا نفصلهم كيف نفصلهم؟ تزين بليت أطلع الطماط الوحدة وطلع الخيار الوحدة وطلع الجزر الوحدة طيب عندنا مخلوط آخر أخذناه في الحصة الماضية مثل ماذا؟ تزين مثل عندنا الرمل والحصة طيب في الحصة الماضية جربنا مع بعض كيف نفصل الرمل اللي حبيباته صغيرة عن الحصة اللي حبيباته كبيرة يا سلام عليكم فصلناه بالمصفة جربنا صفاية وحطينا المخلوط بداخله وش اللي نزل عندنا من المصفة؟ ممتازين الرمل وما الذي بقي في المصفة؟ أحسنتم الحصة إذن الآن اجتمع عندي شيئين هنا؟ الرمل وحصة طيب أيضا عندنا من المخاليط نقولنا مخلوط صلب مع صلب مثل ماذا بالصورة؟ أحسنتم مثل الكرات الزجاجية مع الكرات البلاستيك طيب نتذكر ماذا عملنا عشان نفصلهم؟ أحسنتم صبينا موية ما الذي حدث؟ يا سلام عليكم الكرات البلاستيكية أصبحت تطفو ما معنى تطفو؟ ممتازين يعني تكون على سطح الماء طيب والكرات الزجاجية وين كانت بالكاس؟ في قع الكاس في قعر الكاس ماذا نطلق عليها؟ نتذكر أن نقولها تغوص أو نقولها تنغمر إذن بهذه الطريقة قدرنا نفصلهم لأنه فيه أجسام عندنا تطفو وفيه أجسام عندنا تغوص تنغمر طيب إذن من السهل علينا فصل المواد الصلبة في هذه المخاليط اللي موجودة عندنا ممكن نفصلهم باليد وممكن نفصلهم بالمصفاه وممكن نفصلهم بالماء نخليه أجسام تطفو وأجسام عندنا تغوص طيب اليوم إن شاء الله بنتعرف على مخاليط نشوفها في حياتنا في البيت طيب وبنتعرف كيف تحدث نشوف مع بعض بعض هذه المخاليط ونتعرف على بعض خواصها وبعض صفاتها نشوف مع بعض هنا عندي هنا خمسة كوس في كل واحد منهم ماء وبنشوفها الحين بنضع محهم مواد معينة نبدأ بالكاس الأول الماء نبغى نذكر صفاته خواصة أول سؤال ما هو ما حالة الماء هنا في الكاس تزين حالة الماء سائل نقول الماء هنا سائل ليه قلنا له سائل يا سلام عليكم لأنه أخذ شكل الإناء أو أخذ شكل الكأس أو أخذ شكل الكوب و لأنه ماذا تزين لأنه يسيل لو كبناه على الطاولة نشوفه يسيل طيب بعد من صفاته ماذا أحسنتم ليس له لون ما له لون مش بعد تزين إذا شربنا ما له طعم وبعد يا سلام عليكم إذا شممناه ليس له رائحة إذن صفات الماء عندي هنا حالة السائل ليس له طعم ولا لون ولا رائحة هذه صفات الماء في الكؤوس الثلاثة طيب عشان أكون مخلوط مش لازم أسوي مع الكأس الماء ممتازين لازم أضيف مادة ثانية لازم أضيف حاجة ثانية لازم أضيف شيء ثاني لأنه قلنا المخلوط يتكون من إيش يتكون منه شيء أين أو أكثر طيب تعالوا نبغى نضيف معه عندنا ملح الملحين الآن الملح ما صفاته نبغى نذكر صفاته خواصة ممتازين أول شيء مادة صلبة لأنه مو زي الموية يسين طيب غير مادة صلبة أحسنتم لونه أبيض لونه أبيض طيب بعد من صفاته ماذا يا سلام عليكم حبيباته صغيرة جدا إذن هذه صفاته طيب عندي الآن هذه مادة يعني حاجة وهذه حاجة أخلطهم مع بعض كيف أخلطهم ممتازين نصبهم هنا بالكاس كده خلطنا هذه المادتين مع بعض بعدين وش نسوي نحرك نحرك الملح في الماء نحرك الملح في الماء مش نتوقع وش اللي بيصير ممتازين يذوب الملح في الماء مش معنى يذوب يا سلام عليكم يعني يختفي يختفي في الماء الملح اللي كان قبله شوي موجود في الكاس لو لاحظناه الآن ذاب مش معنى ذاب يعني أختفى أحسنتم طيب أقدر أفصلهم ممتازين صعب فصلهم أنا أقدر أفصلهم بس إنه صعب طريقة فصلهم إذن هذا الكاس الآن أسميه مخلوط أو لما أسميه مخلوط نستازين نسميه مخلوط ليش نسميه مخلوط لأنه يتكون من حاجتين من شيئين مادة صلبة اللي هي الملح ومادة سائلة اللي هي ماذا اللي هي الماء هذا نوع من أنواع المخاليط في حياتنا إذا جينا نسوي في الطبخ نطبخ في البيت نصب ملح بعض الحيان على الطبخ ونحركه إذن هذه مخاليط موجودة في حياتنا طيب تعالوا نشوف مخلوط ثاني هذا الكاس نفس خصائص الماء طيب بنضع معاه أيضا مادة صلبة أخرى المادة الصلبة الأخرى اللي هي السكر طيب المادة الصلبة هنا وش صفاتها ما خصائصها أحسنتم حبيباتها صغيرة مادة صلبة لونها أبيض رائعين كيف طعمها طعمها سكر حالي طيب لما نضع مع الماء هل أسميه هو الماء مخلوط أو لما أسميه تزين سميه مخلوط خلطناهم الحين حطينا حبيبات السكر في الماء نشوفها تحت في الأسفل طيب بنحركها وبنشوف شاللي يحدث حركناهم بالشكل هذا مش نتوقع وشاللي بيحدث تزين نتوقع أنه بعض السكر أو الجزء من السكر في ذوب بيذوب مش معنى يذوب أحسنتم يعني يعني يختفي في الماء يعني يختفي في الماء مثل ما نشوف كده طيب بقي جزء بسيط من السكر في أسفل الكاس إذن هنا خلطنا كم مادة خلطنا مادتين مادة صلبة اللي هي السكر ومادة سائلة اللي هي الماء أحسنتم إذن هذا النوع الثاني هذا مخلوط موجود في حياتنا نسويه مثلا إذا جينا نسوي شاهي أو حليب في البيت نسوي بهالطريقة طيب ناخذ مخلوط آخر نشوف معنا مخلوط آخر هذا عندنا الماء بنخلط معه مادة أخرى اللي هو مسحوق مسحوق فاكهة طيب مسحوق الفاكهة خلونا نشوف لونه هنا مش لونه هنا تازين صفاته خصائصه أحسنتم حبيباته الصغيرة ولونه زهري وردي تازين مادة صلبة ولا سائلة مادة صلبة أحسنتم إذن الملح مادة صلبة اللي خذناه قبل شوي والسكر وأيضا هذا طيب بنشوف الآن بنحطه بالكاس عندنا إذا حطيناه بالكاس الماء مش نسميه تازين سميه مخلوط ليه سميناه مخلوط لأنه يتكون من حاجتين إذن هذه مادة صلبة بنحطها مع مادة سائلة وبنحركهم وبنشوف شه اللي يصار شه اللي يحدث طيب وش اللي يحدث الآن أمامنا تازين تلون عندنا الماء تغيرت عندنا صفات الماء سار الماء عندنا لون له لون إحنا كنا نقول الماء ليس له لون الآن تغير لون الماء طيب وش سبب تغير لون الماء يا سلام عليكم اللي هو مسحوق الفاكهة طيب أقدر أفصلهم عن بعض تزيد صعب جدا فصل هذه المخلوط إذن هذا نوع من أنواع المخاليط مادة صلبة اللي هو المسحوق مع مادة سائلة اللي هو الماء طيب نأخذ عندنا أيضا نوع ثالث رابع من المخاليط اللي نتعلمها اليوم وموجوده عندنا في حياتنا عندنا كاس الماء قلنا حالته سائل طيب أضيف عليه مادة سائلة وبشوف وين يروح أبضيف عليه عندنا الكأس هذا الكأس هذا وش يحتوي عليه يا سلام عليكم يحتوي على الزيت تزيد طيب الزيت وش صفاته يا سلام سائل إذن هذه الصفة الأولى وش بعد لونه أصفر ينساب الإنسياب حقه سريع طيب بنصبه مع الماء إذا صبينا الزيت مع الماء ماذا نسميه تنسيه نسميه مخلوط طيب ليه سميناه مخلوط أحسنتم لأنه يتكون من شيئان طيب نصب الزيت ونشوف شلي يحدث ماذا حدث تزيد تكون أو الزيت ما ندمج مع الماء ما هو مثل الملح يوم يذوب مع الماء ولا هو مثل السكر يوم ذاب مع الماء ولا هو مثل ملون الطعام وين راح الزيت تزيد تجمع فوق تجمع في أعلى الماء الماء هنا تحت والزيت فوق في هذا المكان لما نسمي أو نشوف الزيت فوق شو نقول له بتزيد نقول له يطفو إذن الزيت الآن يطفو على سطح الماء يطفو على سطح الماء هذا موجود عندنا في بعض المخاليط اللي عندنا بالبيت نسويها إذا جينا نطبخ إذن هذه المخاليط موجودة في حياتنا هل من الصعب فصله أم لا سهل تزيد سهل فصله نقدر نأخذه ونصفيه نسحب الزيت بالملعقة في الشكل هذا لحد ما ينتهي معنا طيب نأخذ الزيت ونفرز فيه الكأس الآخر طيب إذن هذا المخلوط يتكون من ماذا يتكون من سائلين السائل الأول أحسنتم الماء والسائل الثاني يا سلام عليكم الزيت إذن هذا النوع الثاني طيب تعالوا نشوف معنا نوع آخر من المخاليط موجود عندي بالكاس وموجود عندي ملون طعام حبر طيب ملون طعام ملون الطعام نحن نستخدمه فيه صناعة الكعك وممكن بعض الأحيان يكون عندنا حبر حبر لنستخدمه نحن في الأقلام فإذا وضعناه في الماء بالشكل هذا مع الماء بش اللي حدث يا سلام عليكم انتشر توزع الحبر بين أجزاء الماء تغير شكل الماء ولا ما تغير تزين تغير عندي شكل الماء تغيرت صفات الماء طيب كم مادة موجودة عندي في الكاس هنا نتزين مادتين اللي هي الحبر والماء مادتين سائلة مادتين سائلة إذن أسمي هذا مخلوط إذن عندي هنا الحبر والماء سائل مع سائل نسميه مخلوط الماء والزيت سائل مع سائل أيضا مخلوط في الماء والزيت سهل نفصلهم في الحبر والماء صعب نفصلهم الحبر والماء قريب منه حاجة نسويها في حياتنا اللي هي الشاهي والحليب لما نخلطهم مع الماء يصير بهذا الشكل وعندي مواد صلبة أنا خلطتها مع الماء مثل لماذا تزين مثل عندي مسحوق الفاكهة ومثل عندي السكر مع الماء والملح مع الماء هذه كلها سميها مخاليط لماذا سميتها مخاليط لأن في كل كاس جمعنا فيه مادتين أبيكم تجربون في البيت تجربة بسيطة وش كيف تجيبون كاس زيت طيب وتسوون الأشياء اللي سويناها بدل الماء نحط زيت ونصب في الزيت هنا ملح ونحركه نشوف الملح يذوب في كاس الزيت ولا لا مثل الماء بعدين نجيب كاس ثاني ونحط سكر نجيب كاس ثالث ونحط مسحوق الفاكه ونجيب كاس زيت رابع ونجرب معه الحبر ونشوف هل النتائج تطلع معنا مثل المخاليط اللي حطيناها مع الماء أو لا طيب نرجع معنا في الشاشة نرجع للشاشة ونشوف مع بعض في درسنا هنا وضعنا قبل قليل الملح مع الماء الملح ما حالته مادة صلبة ومتازين صفاته حبيباته صغيرة يا سلام عليكم لونه أبيض لما أضع في الماء ماذا يحدث له متازين يذوب في الماء وش معنى يذوب يعني يختفي ممتازين هل من السهل أني أفصلهم أستطيع فصلهم لكن أحتاج لأدوات كثيرة طيب نجي عندنا بالصورة التالية ماذا نلاحظ مادتين ممتازين ما هي ماء وحبر طيب أسميه ماذا أسميه مخلوط لأنه يتكون من حاجتين من شيئين طيب نشوف مع بعض الصورة التالية عندي مسحوق فاكهة هذا مسحوق الفاكهة يوم وضعناه مع الماء ماذا حدث تلون الماء وتغيرت صفاته تغيرت شكله أسميه مخلوط أو لم أسميه تذين سميه مخلوط لماذا لأنه يتكون من حاجتين هل أستطيع فصلهم من الصعب عندي فصل مسحوق الفاكهة عن الماء طيب نشوف معنا السكر أو الملح والماء يقول عندي هنا نقرأ مع بعض المادة الصلبة زي السكر زي الملح مثل مسحوق الفاكهة التي تذوب في الماء يعني إذا حركناها تختفي في الماء قد لا تذوب في السوائل الأخرى لذلك أنا أقول جربوها في كأس من الزيت وشوفوا معاه هل السكر يذوب في الزيت هل الملح يذوب في الزيت هل مسحوق الفاكهة يذوب في كأس من الزيت نجرب سوائل أخرى طيب نشوف عندنا بالصورة ماذا نشاهد أحسنتم حبر في الماء هذا أسميه مخلوط لماذا سميناه مخلوط لأنه يتكون من مادتين يعني من حاجتين ما هما تزيد اللي عندي الملح اللي عندي الحبر آسف وماذا والماء هل من السهل فصلهم يا سلام عليكم لا صعب أني أفصلهم مثل عندنا موجود كاس الشاهي صعب أني أفصل الشاهي الأحمر اللون عن الماء فنقول لا يمكنني فصل الصبغة عن الماء طيب نجي نشوف مع بعض الذوبان شفنا مسحوق الفاكهة يوم حطينا بالكاس وحركناه كان مادة صلبة ماذا حدث له تزيد أختفى في يوم اختفى نقول له ذاب ذاب في الماء وعندنا الملح الملح مادة مادة صلبة ومتزين يوم وضعناها في الماء وحركناها ماذا حدث لها يا سلام عليكم اختفت اختفت في الماء لذلك نقول لها نقول لها ذوبان يا سلام عليكم ممتزين الحبر يوم وضعناه في الماء غير عندي شكل الماء في الذوبان مش معناته يعني امتزج امتزجوا مع بعض امتزاج تام كليا يعني اختفوا يعني دخلوا صاروا مع بعض كأنهم مادة واحدة نشوف مع بعض عندنا بالصفحة هذه بالصورة هذه ماذا نشاهد يا سلام عليكم كأس ماء ومعاه مادة ثانية ما هي الزيت اللي شفناه قبل شوي طيب الزيت وين موضعه نمتزين في اعلى الماء اعلى سطح الماء لذلك نقول الزيت ماذا يطفو ولا يغوص تزين نقول الزيت يطفو على سطح الماء عندنا ومن السهل عندنا فصله إذن يطفو الزيت فوق الماء طيب نشوف مع بعض السؤال اللي عندي بالكتاب موجود هنا هذا السؤال نقرأ مع بعض ما المخاليط التي يصعب فصلها احنا شفنا مخاليط صعب ان نقدر نفصلهم وفي مخاليط سهل فصلهم لو ذكرنا في اول الدرس كنا صحن السلطة سهل ان يفصلهم والحصم مع الرمل سهل ان يفصلهم بالمصفاة طيب المحالين اللي صعب فصلهم مثل ماذا يا سلام عليكم مثل الملح مع الماء إذا ذاب في الماء واختفى وبعد منتزين مثل الحبر في الماء مادة سائلة مع مادة سائلة منتزين ملون الطعام ملون الطعام عندنا إذا وضعناه في الماء تلون شكل الماء فصعب عندي أني أفصلهم عن بعض مثل الشاهي مثل الشاهي عندي صعب أني أرجع الماء اللي كانت في كأس الشاهي إلى حالته السابقة إذن هذه مخاليط صعب فصلهم طيب نجي نشوف مع بعض الأسئلة اللي موجودة عندي هنا أفكر وأتحدث وأكتب نأخذ السؤال الأول يقول أصف يعني أوصف مخلوطا مكونا من مادتين صلبتين يعني مادة صلبة مع مادة صلبة حطيتهم مع بعض مثل ماذا فزيني السلام عليكم مثل الرمل مع الحصة الرمل ما حالته مادة صلبة والحصة مادة صلبة إذا حطناهم مع بعض سميناهم مخلوط مادة صلبة مع مادة صلبة طيب أيضا نفكر فزيني عندنا حافظة الأقلام الأقلام ما حالتها حالتها صلبة والمحفظة عندنا أو الحافظة أيضا حالتها صلبة إذا حطناهم مع بعض نقول مخلوط خلطناهم مع بعض مادة صلبة مع مادة صلبة ونشوف حولنا ما المواد اللي صلبة وتكون مع بعض في مكان واحد نشوف ونبحث حولنا في البيت في المدرسة في الطرقات طيب نروح للسؤال الثاني يقول السؤال الأساسي ما المخلوط يلا نبي نعرف ما معنى المخلوط معنى المخلوط شيئان أو أشياء مختلفة توجد مجتمع معا يعني أجيب حاجتين أو ثلاثة أو أربع حاجات وحطها في مكان واحد وتسير مع بعض هذه أسميها مخلوط لما أجي أحط عندي في الحافظة قلم مصطرة وبراية أنا خلطتهم مع بعض في المحفظة الحقيبة حقية الشنطة طيب حقية المدرسة أنا حط فيها الكتاب وحط فيها الدفتر وحط فيها المصطرة وحط فيها الأقلام إذا أنا جمعت هذه المواد في مكان واحد عندي مواد صلبة مع مواد صلبة مثل ما سوينا في درسنا الماضي جبنا الكرات الزجاجية وخلطناهم مع الكرات الحمراء البلاستيكية وممكن يكون مادة صلبة مع السائل مثل السكر أو الملح أو مسحوق الفاكة لما أضعف الماء وعندي سائل مع سائل مثل الزيت والماء أو مثل عندي ملونة طعام يوم حطيناه أو الحبر إذا حطيناه مع ماء إذن هذه مخاليط تتكون من حاجتين أو أكثر وتكون مجتمعة في مكان واحد إذن تعلمنا في درسنا اليوم مخاليط موجودة في حياتنا وجربناها أتمنى أن نكون في البيت تشوفون مع بعض وتجربون مع بعض مخاليط أخرى مثل ما أخذنا كواجب منزلي أو التمرين نجرب المواد اللي أخذناها مع الزيت إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم نلتقي في درس قادم بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع وديعه في أمان الله ترجمة نانسي قنقر